السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته الثالث فالذكورة واضحة والرجل ميزه الله تعالى بصفات تخصة تلائم الوظيفة التي من أجله خلقه الله خلقه الله ليشقى وليتحمل مسؤولية الأسرة وليسعى في الأرض ليبتغي الرزق من خبايا الأرض فيحتاج إلى هذه الصفات العقل والقوة والحركية والمرأة أيضا خلقها الله أنثى وخلق فيها صفات تعين على تأدية تلك الوظيفة الجبارة وظيفة الأمومة وظيفة التربية ولذلك الله سبحانه عز وجل ملأ قلبها عطفا وحنانا وعجيب الأمر هذا الكون الذي استخلف الله فيه هذا الإنسان ذكره وأنثى وأنثى والذكر والأنثى يعني لا تتحققوا استقامة وتوازن هذا الكون إلا إذا كان الذكر ذكرا وبقيت الأنثى أنثى حتى يؤدي المهمة التي من أجلها خلقهم الله لكن يأذى عياذا بالله بعض من الذكور والإناث إلا أن يتمردوا على فطرة الله فتسترجل المرأة ثم يتخنث الرجال ثم يصلون إلى ما يسمى بالجنس الثالث لا هو بالرجل ولا هو بالمرأة وهناك فعلا في الفقه الإسلامي مشكلة تسمى الخنث المشكل فهو يسبب مشكلا بالنسبة للفقه في قضية الإرض فهم لا يعرفون إن كانوا يجمعونه مع الإناث أم يحوزونه إلى الذكور فهذا الذي يتعمد هذا الأمر فهو من العون طرى الرجل عياذا بالله يتشبه بالأنثى في قضية شعره فيرخيه على أكتافه يحمل سلسلة من الذهب وفي صدره وفي يده والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذاني أي الذهب الحرير حلال على إناث أمتي حرام على ذكور أمتي كيف يمكن للرجل عياذا بالله أن يغير في مشيته وأن يغير في لباسه وأن يحلي نفسه بالذهب هل بمثل هؤلاء الرجال وأشباه الرجال يمكن للأمة أن تنهض أو تحرر مقدساتها أو تطالب بحقوقها هذا منحق بالنساء فاستوجب اللعنة الطرد من رحمة الله وهذه المرأة أيضا تتخشن في صوتها ثم تعمل عملا ثم بعد ذلك تحاول أن تتشبه بالرجال وقديما قال الله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضهم على بعض للرجال نصبوا مما اكتسبوا للنساء نصبوا مما اكتسبوا وسألوا الله من فضله فكيف للمرأة تتمنى أن تكون رجلا وتريد عياذا بالله أن تساوي نفسها يعني تريد أن تثور على وضعيتها كمرأة لكي تكون رجلا والرجل يريد أن يتنازل عن رجولته لينزل والعياذ إلى عالم الإناث ما هذا الذي نراه ولذلك حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح الجنة على أمثال هؤلاء إذا ماتوا ولم يتوبوا فقال عليه الصلاة والسلام من جملة من لا يدخل للجنة الرجولة من النساء الرجولة من النساء ما من الرجولة من النساء هي التي تشبهت بالرجال وهي ليست مرأة في شعرها في لباسها في صوتها في مشيتها في حركتها في تطلعاتها حتى يأتي زمان كما أخبرنا النبي لا نستطيع التمييز فيه بين الرجل والمرأة إنه زمن العجائب والغرائب فنسأل الله تبارك وتعالى سبحانه عز وجل أن يعافينا وأن لا يبتلينا وأن يصلح أولادنا وبناتنا من هذه الطوام التي أصبحت عنوين لعلامات الساعة وصل الله على حبيبنا محمد ترجمة نانسي قنقر